هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الاثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأكد منذوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الطلب الفلسطيني لاقى استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن وشدد منصور على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه